السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتزة الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ننساش اللايك والشرك في الخناة وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جمع الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له بإذن الله اللي اتبعنا يستفيد من الحلقات اللي انا بقدمها لكم أول بأول تعالوا باننا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه ترد جديد وحصل ظهر على النايل سات لقناة الكوسر الفضائية واحدة من أجمل وأروع القنوات اللي بتقدم فن ودراما هم سلسلات مترجمة وبتقدم برامج دينية وبرامج متنوعة وقناة روعة جدا وإضافة جميلة مميزة جدا لقناة النايل سات لو القائمة اللي عندها خلاف اللي انا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طريقة إضافة القنوات أو الترددات على جميع الأجهزة وجميع الرسفرات وجميع شاشات العرض اللي بتحتاجها على الرسفر داخلي أما بالنسبة لاكتر من سعين في المية من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموت على الزرار المينيو ونقف على قائمة وفاق كلمة تركيب بقف على قائمة التركيب بضغط علىها بزرار أوكي هزال لقائمة تانية وفاق قائمة الترددات بنزل عليها وضغط أوكي وبالنسبة للقائمة الإنجليش هضغت من الرموت على زرار المينيو ووقف على كلمة implement وأضغط أوكي هيزهر معي قائمة تانية و umm هذا استمرار الى انزل عليها وأضغط أوكي ومجرد ما بضغط على قائمة الترددات بزرار أوكي هلاحظ انه زهر معي قائمة الترددات اللي قدام حضراتكو كل اللي هعمله أضغط من الرموت على زرار الأحمر وأكتب التردد بتاعه وبعده نضغط أوكي واتأكد ان الاشراء موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت على الزرار الازرق واضغط اوكي عشان يظهر لي خيمة جميلة مكتوفة كلمة اسكان او البحث في اعلى الخيمة ومجرد ما بضغط على الخيمة دي بزرار اوكي الجهازة يبحث التردد بتاعي ويظهر لي رسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم واضغط اوكي من الرموت وبالتالي الجهازة يحفظ التردد ويظهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شهر القناة اللي معنا في حالة النهاردة قناة جميلة جدا اسمها الكوسر ظهرت على النايل سات بتريخ شهر واحد او بتريخ شهر ينايل عام 23 قناة الكوسر ظهرت على النايل سات على تردد 11900 معدل الترميل 27500 والقطبا في او في فيرتكال او رأسي التردد اشارة عالية وسهل جدا استقباله باطباقتها بدأ من 60 او 70 سنتي وميزة كمان في التردد ان بيعمل بنظام حزم عامة يعني سهل استقباله في كل البلدان وكل الدول العربية ولكن بيحتاج ان يكون عند حضراتكم رسيفر بيتعامل بنظام الهدش دي او شاشة عرض بتحته على رسيفر داخلي بيتعامل بنظام الهدش دي علشان تقدر تستقبله القناة على جهازكم الكوسر الفضائي واحدة من اجمل واروع القناة الموجودة على النايل سات وبنصع الكل ينزلها على جهازه وبهديها لكل مشاركين وامتابعين خنات اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك والشرك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته